بعد نحو خمس سنوات من الحرب يبدو أن هدف استعادة الشرعية اليمنية لم يعد من أولويات التحالف وربما تمضي الأحداث باتجاه مغاير تماما في ظل تقارير تتحدث عن أن اتفاقا سعوديا حثيا على التهديئة العسكرية يوشك على الإهتمال قريبا تهديئة من المفترض أن تلزم التحالف بوقف غاراته على مواقع وأهداف الميليشيا في المحافظات مقابل أن يتوقف الحوثيون عن استهداف المواقع السعودية فيما يسمى الحد الجنوبي تحركات لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة لقاءات واجتماعات سرية منذ أكثر من سنتين في ظهران الجنوب توجت مؤخرا باتصال بين نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وبين القيادي البارز مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا تقول التقارير إن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من الطرفين لخفض التصعيد وصولا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين الأطراف على الحدود السعودية اليمنية هذا الاتفاق يأتي بعد أسابيع من إعلان الميليشيا مسؤوليتها عن قصف أرامكو وهو الأمر الذي نفته الرياض موجهة أصابع الاتهام إلى إيران الحليف الإقليمي للميليشيا ليعقبه تقديم الحوثيين مبادرة لوقف استهداف المصالح السعودية يوما بعد آخر يقترب الحوثيون من تحقيق الهدف الأهم بالنسبة لهم وهو نيل الاعتراف بهم من الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها السعودية ما يمكنهم من تعزيز سلطتهم في حين تبدو السلطة الشرعية أبرز الخاسرين